الحقيقة الناس بتقول إنه كده كده الموضوع ده بيتم تعلمه كده مع الوقت وإحنا كأباء وكأمهات محتاجناش حد يعلمنا ولا يقعد يقول لنا يعني إبلوغ ولا إيه اللي بيحصل للبنت ولا إيه اللي بيحصل للولد وكده كده الطفل بيتعلم ده بشكل تلقائي لما يكبر وهنا بقى السؤال بيجي هل لازم نقعد مع أولادنا ونعلمهم ولو هنقعد معيهم نقعد معهم من سننا قد إيه ونقول لهم إيه هو مبدئيا ما فيش الطفل مش هيتعلم حاجة تلقائيا ما فيش حاجة في العلم بتيجي كده مع الوقت يعني والنقطة كمان إن أنا مش هستنى عليه لحد ما يوصل مرحلة البلوغ وبعدين يجي يسألني سؤال محرج فتحرج ومعرفش أجاوب لأ إحنا في مرحلة وراء قوي هي اللي هنتكلم فيها الطفل أول ما يبدأ يكون في حدود 3-4-5 سنين أول ما يبدأ يدرك فرق بينه وبين أخته بين جسمه وبين جسم أخته لازم هبدأ أتكلم وقتها هيكون أدرك إن فيه فعلا فرق فمعنى كده إن ده الوقت المناسب إن أنا أبدأ أتكلم معاه أعلمه جسمه عامل إزاي وأسميه العضاء بتاعت جسمه كاملة تندون أي حرج وبجدية تامة وأسميه بالأسماء العلمية وأفهمه بالراحة جدا إن يا حبيبي ما حدش ينفعيه مثل أماكن دي دي أماكن خاصة وبالتالي بنبدأ نفهمه شوية هبدأ أتكلم معاه على حسب سنه ووحدة وحدة تديه معلومة جديدة ولما يوصل بقى مرحلة البلوغ وأنا فتحة أصلا معاه ما لفت من قبل كده فهيبقى بتالي الموضوع سهل علي إن هو لما يجي يسألني أي حاجة عن العلاقات الزوجية بعد كده أو يعني إيه وما ما كذا أو كذا أنا هيبقى عندي خلفية وهيبقى مفتوح عنده لينك حوار بيني وبينه فهنعرف نتكلم معاه في النقطة اللي إحنا بممكن نقول عليها دلوقتي إنها محرجة هي محرجة لإن أنا ما عنديش علم ومش متوقعة على السؤال ده فبالتالي بضرب لخمة ومعرفش أجيب الإجابة منين فالطفل بيحس إن فيه فيه حاجة في الموضوع ده يا إما فيه إنه يا إما فيه حاجة محرجة وأنا مش عايزة تقولها تقول عليها مش هتغير قعدت تتحك زعاقت جامد وقالت إيه الكلام الغريب اللي إنت بتقوله ده والحقيقة النقطة دي بتبقى يعني هي مربط الفرس مع الأباء والأمهات يقولك أنا مش عارف أقوله ما عنديش معلومات أصلا أقولها وبتحرج إن أنا أتكلم مع ابني أو بنتي وبعض الأباء والأمهات بيقولوا كده لفظا أنا هبتي هتقع لما قعد أكلم بنتي ولا ابني في الكلام ده أنا كده هفقد فكرة إن أنا أب وأمه في بيننا المفروض حواجز وفي بيننا المفروض مش فكرة حواجز على قد ما هي إيه احترام الاحترام هيروح لو عد تكلمت مع عيالي في الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الموضوع لما بنتحدث فيه بحسب وعينا إحنا كآباء للقضية وشعورنا بأنه هو يعني موضوع حساس أو غير حساس يعني إحنا كوالدين ما في شيء لمت لتفكير الأبناء وما في يعني حدود للأسئلة الممكن يطرحوها أو الموضوع الممكن يطرحوها إحنا كوالدين يفترض أنه دائما نكون سبقنا أبنائنا بخطوة نسبقهم يعني في خطوة حتى يكون الخيوط التربية بإيدينا نسباهم بمعنى إحنا نفتح معهم الكلام لا نستنعش هو اللي جيسر بتمام طبعا وهذا بترتب علينا إحنا كآباء أنه نكون على علم بالمرحلة الموجودة فيها أبنائنا المرحلة التهم العمرية خصائصهم العمرية وأيضا يكون لدينا العلم الكافي بأنه نعرف نوصل لهم المعلومة بطريقة مناسبة لهذه المرحلة العمرية مثل ما تحدثت عزيزنا يعني إكرام لما تحدثت عن الوالدين يعني من البداية بيكونوا بتحدثوهم عن طبيعة هذه الأعضاء وأسمائها بشكل مبسط بشكل عفوي حتى عندنا الأم يعني ما تشلح ابنها للفوطة يعني فتجد أنه الطفل ببدأ يستكشف بأعضاؤه مثله مثل أي عضو آخر يعني رسال بيضرب بيبعاين لسه بيرضع ويوجد مضروب إحنا منقيس إنه الولد بالشتاة بكون لابس البنطلون لما يجي السيف بيلبس الشورت فبصير يستكشف إجراء يدين بأمر بشكل طبيعي ردة الفعل للوالدين هون تكون طبيعية لكن عندما يبص بحي يستكشف بالأعضاء الخاصة إله فنجد إنه ردة الفعل الأهل بتكون يعني بطريقة مذهلة بالنسبة للطفل وبصير يحكي يعني شو فيه شو صار مثل هذا عضو مثل بقية أعضاء مش هيدي اللي خلتكوا تركزوا معايا طب أنا هكتر من الخلاك وتنتبهوا معايا بزرط فهو دائما الطفل بهمه كتير ردة فعل وانتباه الوالدين فبصير يركز على هذا الجانب ويمكن إنه يؤدي إلى زيادة إصلاع أكيد في إشيء وإحنا كل ممنوع مرغوب يعني بصير عنا كأطفالنا ننتقل في كل مرحل من المراحل العمرية بما مثل ما قلنا بما يناسب بس لو أنا بكسف يعني أنا كأم فيهم هات طبيعية حالية وأباء نفس الكلام نحن نجد اللغة العلمية لا يوجد فيها لا كسوف ولا فيها لا حياء في العلم يعني عندما أتحدث باللغة العلمية وبالتوصيف الدقيق السليم لأي مرحلة من المراحل أو لأي جزء من أجزاء وأعضاء الإنسان نجد إنه يعني مخرج سليم لنا ولا نشعر لا يعني بتكسف ولا يعني أنا أنا بتكسفش لكن أصحابه بتكسفه يعني أنا كوالد أو كأم إذا أنا ما تحدثت مع أبنائي في هذا الأمر بطريقة علمية نجعل هناك خطوط مفتوحة بينه وبين أبنائنا فإذا واجه الطفل أي شيء عملية تحرش أو بعض المواقف ممكن عنده زميل بالمدرسة مثلا نزل ملابسه فيجد إنه شو هذا يعني ما هذا المواقف فإحنا كآبة نقوم بنوع من العمل نوع من الحصانة المسبقة لأبنائنا ومن خلال هذا التثقيف وهذه التوعية مثل ما قلنا ما يتكون بزيادة أكثر مما يستوعب عقله في المرحلة العمرية وهو فيها وبنفس الوقت ما نكون شحيحين في المعلومة نكون يعني مصدر المعلومة بشكل علمي وشكل سليم حتى لما الطفل يتواجهه أي مشكلة يكون أنا المصدر يعني أنا الموظفة ونرجع نفسي عندي مشكلة في نقص المعلومات